لاحظنا هون يامس رح نحكي عن ضمائر ما هي أنواع الضمائر؟ غائب ومخاطب رح نحكي عن ضمائر الغائب هنا هي هو هما هم وهنا حكينا أنواع الضمائر مخاطب غائب ومتكلم اليوم يامس رح نحكي عن الغائب عن ضمائر الغائب هي للمؤنث المؤنث المفرد هو للمذكر المفرد هما تدل على المذكر والمؤنث الاثنان المثنة هما طالبان أو هما طالبتان هم على مجموعة من الذكور يعني هم درسوا أما هن تدل على مجموعة من الإناث هن درسنا لاحظنا هون يامس بالمثال هون سمية ترحب بالضيوف هي ترحب بالضيوف رح نجل سمية ورح نحط بضالها الضمير هاد هي ترحب بالضيوف الفائزان استلماء جائزة المركز الأول هما استلماء جائزة المركز الأول الفتيات وشاركنا في مسابقة أوائل المطالعين هن هن شاركنا هن شاركنا مهند يخبر أصدقائه عن غرائب البلداني هو يخبر أصدقائه السكان هي مجموعة مجموعة فمنحكي عنهم هم يستخدمون الدراجات حرصا على صحتهم وبيئتهم لاحظنا هون كمان يا ميس رح نحكي عن كان وأخواتها ما هي خوات كانة ما هي ميس خوات كانة كان وأضحى وظل وأمسى وباتى كان وأضحى وظل وأمسى وباتى عندما يدخلون على الجملة الإسمية ماذا يفعلون بيها ماذا يرفعون ترفع الإسم وتنصب الخبر ترفع الإسم وتنصب الخبر يعني يا ميس كانت السماء هذه اسمها لها اسم ولها خبر هذه اسمها كانت اسماء ماذا خبرتنا عن السباء صافية رقية زرقاء زرقاء مثلا يا ميس كانت السماء الخبر هو الذي يخبرنا عن ماذا عن الإسم ما هي ما هي الإسم هي السماء ما هي السماء ما لها يا ميس صافية السماء صافية رح نلاحظ ضبط هذه الكلمات لاحظنا هون اسمها مرفوع بالضمع أما هون علي ماذا ماذا تنصب الخبر يعني ترفع الإسم وتنصب الخبر لاحظنا التنوين صار القطن ثوبا كان الوالد الوالد ناله كان الوالد ايش صحفيا كان الوالد صحفيا صار القمح خبزا صار القمح خبزا منلاحظ يامس هون رح ننتقل على أنواع أنواع الهمزات المد أ إ أو تلاحظ الكلمات أ إ أو أنواع الهمزات يامس أسواق أ لاحظنا أسواق عند اللفظ عند اللفظ نعرف ما هي حركة الهمزة الحركة التي فوق الهمزة أردني أحسن إحجاب إحجاب أسلوب آمال آدم مثلا آلاء لاحظنا هنا مد يامس املأ الفراغ بالشكل المناسب للهمزة الهمزة الواو على ألف على و وعلى نبرة فيما يأتي منلاحظ هون لا تجلسوا فيه أماكن غيركم حتى يؤذن يؤذن حتى يؤذن هون يامس منلاحظ إنه يؤذن نطلع على الياء ما هي حركة الياء يامس ما هي حركة الياء منلاحظ أنه حركة الياء عليها ضمة فماذا يناسبها الواو منطلع حركة التي قبلها أما هون بالفأس حفر الفلاح حول الشجرة بالفأس منلاحظ هون الفأس هون الفأ ما هي حركة التي قبلها الفتحة فماذا ناسبها الألف بدنا نعرف إنه الضمة الضمة يامس يناسبها الواو والفتحة الفتحة يناسبها الألف والكسرة يناسبها ماذا النبرة ننتبه يامس يعني إذا إجت قبل الحرف ضمة يناسبها الواو إذا إجت فتحة يناسبها الألف وإذا إجت كسرة العائلة أو التاء المربوطة أو التاء المبسوطة حكينا يامس عندنا وقف وعندنا وصل الوقف يعني هون حياة أو حياة المحسن فحكينا إذا لفضنا ها وتاء بنحط لها تاء مربوطة إذا لفضنا ها لحالها في حالة الوصل والوقف فبتكون ها أما إذا لفضنا في الحالتين تاء مربوطة تاء التاء فبتكون تاء مبسوطة يعني يا بس حياة أو حياة المحسن فلفضناها ها وتاء فبنحط لها تاء مربوطة بل مليئة بالمسررات أو مليئة بالمسررات عندما نكملها كمان تاء فبنحط لها تاء مبسوطة مياه أو مياه النهر لاحظنا هون مياه عند الوقف عندما وقفنا عندما حكينا مياه هون وقفنا حكينا ها وعندما حكينا مياه النهر كمان حكينا ها فبنحط لها هاي الهاء يا بس لقيت معلمي بابتسامة أو بابتسامة جميلة لاحظنا لفضنا الهاء والتاء فهي تاء مربوطة أحسن إلى جاركة تكسب مودته أو تكسب مودته دائما كمان لفضنا هاء وهاء فبنحط لها الهاء يشتري السائح والتحف التذكارية أو التذكارية ليهديها التذكارية أو التذكارية نحن نحركها نحرك الكلمة يا ميس نحرك بتاع التذكارية أو التذكارية اللي يهديها لعائلته أو لعائلته يعني ها وها في كل الحالتين فهي ها ويعطيكم ألف عافية رابع إن شاء الله يا ميس بالتوفيق لكم بالامتحان وإن شاء الله بشوف علامات فيها المجهود اللي احنا عطيناه مع بعض ويعطيكم ألف عافية